السلام عليكم أهلي فيكم في سلسلة جديدة سلسلة سنتكلم لكم عن iOS 14 مثل ما نرى نرى الميزات ونرى كل شيء نبدأ معكم سلسلة جديدة حين على iOS 14 لا تجي تسألني كيف سننزلها نسخة تجربية نسخة للمطورين نسخة مش مصنوعة لاستخدام الطبيعة نسخة فيها مشاكل نسخة ستقتر على جهازك الداخلي تقتر على بطارية تقتر على استخدامك يمكن ما تشتغل عندك يمكن الواتساب ما يشتغل يمكن جهازك ما تستخدم النسخة للمطورين أبل منزل المطورين عشان يستخدمونه ويجهزون برامجهم سنابشات مثلا الواتساب عندهم هذا الشهور حين لين سبتمبر متل راح تنزل النسخة للكل راح تنزل في سبتمبر إن شاء الله مع ايفون جديدة فهذا اللي نعرف كل شيء فخلونا نبدا حين نوريكم الميزات اللي تكلمت عن هابل هذا اول فيديو بعدها راح نتكلم لكم نشوي لكم فيديوهات لان ابل ما راح تقول لك كل الميزات في الايوس 14 نتطلع الميزات فكبداية نعلمكم عن الميزات اللي موجودة في الايوس 14 اللي ابل تكلمت عنها ونتكلم لكم برضو عن خيار هذا موجود خيار هذا موجود مثل ما تشوف لو تروح اخر الصفحة يطلع لك الابر ليابر اللي هنا او مكتب التطبيغات قبل ترتبها لك على حسب البرامج نفسها مثل الاقتراحات العناصر رضافية مثل ما نشوف الإبداع السوشال ميديا كلهم راح يكون عندك هنا مثل ما نشوف فالترتيب هذا قبل ترتبه لك على حسب الترفيه ما الترفيه فالترتيب هنا وفي فوق سيرج مثل ما نشوف لحق التطبيغات راح يكون سيرج كده لو بنرجع برضو في وضعتها لك او حطتها لك هنا مع البرامج كيف تسويها تضغط على اي برنامج مثلا في الاهتزاز تحرير نضغط على بلس مثل ما نشوف هنا يطلع من الوجت نختار من الخالفيات اللي هنا موجودة عندنا مثلا لو بحط الكلندر اضغط عليه في خيارين من الكلندر او ثلاث خيارات هنا على حسب التطبيغ مثل ما نشوف نختار مثلا نبي نشوف هذا الخيار راح نضغط لنا فوق نقدر نلعب فيه نزلة لحسب المكان اللي راح يستوعب فلو بنحث بمرة ثانية نرجع نضغط بلس نختار مثلا الخرايط نضغط عليها ناخد مثلا خيار صغير نضغط عليه راح ياخذ اربع برامج مثل ما نشوف وتلعب عليها على حسب المكان اللي تاخله مثل ما نشوف اذا كنت تبغيض الشيء تقدر تكانسل تقدر بما اننا حين قبل حطت الخيارات هنا موجودة في النهاية او او مكتب التطبيقات فمش لازم تكون عندك صفحات كلها فش تسوي تقدر تضغط على البرنامج اللي عندك وتضغط عليه مثلا تحرير نضغط هنا تسكر الصفحة مثلا اخر صفحة ما احتاجها واللي قبل الاخير ما احتاجها تكون عندك حين مرتبين بس صفحتين الصفحات الثانية عادي تروح هناك في النهاية وتشوفهم هنا مثلا ما نشوف مرتبين على حسب مش على حسب الصفحات مرتبين على حسب البرنامج مثلا السوشال ميديا رح يكون عندك هنا مرتبين فعلى حسب البرنامج او الكاتيجوريز حق البرنامج نفسه فتغريبا هذي الاشياء اللي موجودة في سطح المكتب برضو في الخيار هنا لو بنروح الاشعارات تقدر ترتب الشعارات هنا بالحركة الجديدة مثلا ما نشوف او البرامج الموجودة هنا تقدر تنزل في النهاية اخر شيء يطلع لك هنا التحرير طبعا مش موجودة عندي لان مشاكل بيتا لكن يطلع لك تحرير هنا تضغط عليه وترتبهم كيفك مثلا هنا فوق او مثلا ما نشوف ازالة او تحرير وكان موجودة فوق نضغط هنا مثلا ونقدر نحط اي خلفية عندنا ثاني مثلا دي مش عجبتني اقدر احدفها وحط لي واحدة ثاني مثلا قير لو ننزل تحت مثلا نضغط على الباتري دي الشكل عجبني افضل او هذي الشكل افضل من هذي الشكل هذي في نسبة فتوقع ان هذا راح يكون افضل بالنسبة لي اقدر انزلها وخليها هنا وضغط تم فهذه الخلفية راح يكون عندك هنا فهذا الخيار وهذا الاشياء كلها في سطح المكتب لو نخشلكم احين حق المكالمات شي جديد احنا سويته ابل متوقع اشخاص كثيرة يحتاجونها ويبقونا الاوه هو المكالمات لو دق لك شخص وان قاعد تلعب لعبه وتسوي اي شي فما راح يطلع لك في الشاشة كاملة مثل ما نشوف راح يطلع لك فوق تقدر تسحبه وتكانسل لما نشوف يتم عندك فوق المكالمة طارع عندك هنا تقدر تطوط عليها وترجع تكلم فحركة حلوة انا تمنيت ان ابل تخليها تحت مثلا انه صعب اذا كان الشخص ماسك الجهاز كده يجب ان يصعد فوق يضغط بس انه منه افضل من اللي كانت اول موجودة فهذا الخيار احين موجود عند ابل او في السفتير لايوس 14 نزلت ابل هنا لو نتكلم لكم احين بكتر ان بكتر بكتر ان بكتر موجودة من زمان في الايباد احين حطت ابل في الايفون مشكلة البرامج لازم برامج تدعمها اليوتيوب الان ما يدعمها لكن ابل تيفي مثلا فاتح ابل تيفي ما فيه بلت سكرين تفتح الصفحتين او برنامجين في نفس الوقت لا فيه بكتر ان بكتر انك فتحت مثلا مثلا ما قطع فيديو عندك فتطلع يتم الفيديو عندك هنا تفتحها يموتصفح تفتحها يبرنامج تقدر مثلا تقرس شيء تقدر تحطها على جنب وتكمل ترجعت سحبة طبعا الاصر كانت تضغط عليه ويطلع تكبرت سقرة تحطها على جنب فهذه الحركة اللي حين حطتها موجودة في الايباد من زمان فعطتها لكم هنا وبرضو فيه تحريك جديد لحق سيري فلو تضغط هنا سيري مثل ما نشوف تطلع لك حين صغيرة تحت هنا فهذه الحركة الجديدة مش نفس الحركة القديمة انك اذا ضغطت كذا رح تطلع لك كامل فهذه الشي الجديد طيب سوري فهذه الشي الجديد في سيري طبعا في سيري صارت تحدث اكثر كلامها يصير مفهوم اكثر فصارت اذكة من السابق فهذه الخيارات اللي موجودة هنا لو نخش لكم لحق برنامج المسج أو برنامج رسائل فما تفتح برنامج الرسائل لو عندك قروبات مثل ما شوف كيف انت تتسوي القروب بكيفك وتقدر مثلا الاشخاص اللي ضيفهم تضيف اشخاص زيادة هنا تقدر تغير شكل المجموعة أو القروب نفسها تسميه مثلا 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 تحط له صورة من عندك تحط له اموجي من هنا مثلا بنحط له هذه الاموجي في نمط في اشكال مثلا نحطها باللون فتكون عندك المجموعة كذا فهذه الخيار برضو الاشخاص هحين يقدرون يشاركونك أو يعلقون عليك مثلا تضغط كذا أو بتعلق على ذي الشخص تضغط عليه وتسوي له رد فالرد رح يكون حق ذي الشخص فالرد الان على الرسالة هذي مثل ما قلت لكم بيتها فعادي في المشاكل اللي تكون الحين نسخة الجروية الاولى فمقدم قدما نشوف يطلع لك رد واحد على ذي الرسالة رد على ذي الشخص بس اللي عندي فيطلع للرد اني انا رد عليه وهذا هي كيف حالك وبرضو اذا كنت برد يقدر توقف الانتفكيشن عندك في الشعارات لحق الجروب ان ما يجيك شعار الا شخص رد ليك بدل الحركة اما الشعارات الثانية ما تجيك فحركة حلوة كانت المسور يرجع لكن بدل ما نشوف الحركة حركة حلوة منشن ما منشن الايموجي زادوهم او لو بتسوي شكل لك صار حين بميزات اكثر انك كيف ترتب الشكل حقك خيارات كثيرة وميزات فمثلا لو بتسوي تحرير حطوا اشياء كثيرة حين زيادة انك تسوي اليموجي الخاص فيك بالشعر اشياء جديدة تقدر تلعب فيه هنا وتشوف الاشياء كلها الموجودة الجديدة اللي فيه القروب تكلمنا عنها حين استكارات مثل ما قلت لكم اللي انو ميجي حين استكارات زادت المنشن تكلمنا عن القروب ايموجي تكلمنا عن فهذا كل شيء اللي في الرسائل نتكلم عن المابس الخرايط خرايط فيها ميزات جديدة ونزلوها لحق دول أوروبية زيادة لكن للأسف ما راح تكلم لكم بسرعة عنها لانا الان ما نزلت في الدول العربية كامل قوتها الان فيه خيار بالسيكل يعني البايسيكل يعني انك تحط وتبي تروح حق المكان هذا اللي بتروح له يطلع لك خيار البايسيكل يطلع لك هنا وبرضو فيه اشياء تانية ان يقول لك مثلا افضل الاماكن اللي قريبة يمك فيه اشياء في المستقبل ان شاء الله لدعمتها شي حلو وبرضو فيه خيار جديد وانت رايح في الطريق مثلا عندك سيارتك من كهرب فيقول لك الستيشن الخاص لحق سيارتك والدعم لحق الأفضل لحق سيارتك نفسها لحق الستيشن يعني او محطة تعبية الكهرب او شحن سيارتك وبما ان احن في الخرايط وشحن الكهرب برضو الكار بلاي نزلت لها ميئزات جديدة تقدر تحط بلو بيبر ونزلوها كده ميئزة جديدة في الكار بلاي الكار كي تكلمنا عنها في الكار كي تكلمنا عنها في النسخ التجربية القديمة الآن في الكار كي تكلمت عنها وحطت طلع لك سيارة بي ام دابلو تقريبا تقدر تخلي المفتاح حقك ديجيطال في الوالت او المحفظة في برنامج الوالت تقدر تحط الكي حق السيارة حقتك تقدر تحطها هنا وبرضو تقدر مثلا ترسل حق شخص يفتح السيارة ويشقلها في حركة حلوة لازم بعض السيارات لدعم هذا الشيء يعني الى الآن ليس كل السيارات اللي تدعم هذه الشيء طيب لو متكلم لكم عن الابل ستور في ميزة جديدة في الخرايط مثلا برضو لو مثلا دخلت برنامج الخرايط وشفت المتجر هادي الشيء يدعم سموه ابل ابل كليبس انك مثلا وصلت المتجر هذا يدعم الابل كليبس انك تفتح لك نسخة خفيفة من المتجر تتشتري او تتسوي شيء النسخة ما تتعدل عشرة ميجا بايت فحركة حلوة وبرضو فيه ابل كيو ار كود سموها انك تروح حق المتجر وتشوف المتجر مثلا حاط كيو ار كود يما او يما المحل يما الريسيبشن او يما اي خيار مطعم فندق تقرب الجهاز حقك يطلع لك زي البرنامج حقهم لكن الاشياء المهم اللي في نفس البرنامج تشتري تدفع تسوي الاشياء تطوط عليها وتشتري تقدر تدفع لهم مثلا بال ابل بي اسرع لك و امن فهذه الاشياء اللي حطتها ابل لكم هنا برضو الابل كليبس ما يحتاج تسويها من الخرايط ولا ما يحتاج انك تقرب من الشيء وتشتري تقدر من سفاري نفسه يعني مثلا فتحت متجر ويدعم الابل كليبس لازم يدعم ذلك الشيء تضغط عليه وتشتري على طول من نفس المتجر بالخيار هذا ما يحتاج تحمل برنامج المتجر وتسوي لك تسجيل دخول تقري تسجيل دخول بالساين فروم ابل تتكلمنا عنها في IOS 13 تضغط عليها وتشتري على طول فحركة هلا وبرضو بعض المتاجر اللي ما يدعمون ذلك الشيء وما عندهم قاب يقدروا نسوون ذلك الحركة بشيء بسيط يعني فابل مسهلة الاشياء كلها عليهم برضو في ميزة حطوها في المتصفح ابل تجالسة على البرايفسي تكلمت عنها وتابعه اي برنامج يتبعك اي برنامج يسوي لك اي شيء مثلا يتبع محتوى كل شيء اللي تسوي ويعرف انك وين تروح وين تجي عشان مثلا تبحث عن شيء ويأتي لك اعداد اعلانات مع اعلانات في الانستجرام كل شيء ابل حطت لك خيار هنا Tracking Report فلو تضغط هنا ماذا الأشياء اللي تتبعني الموقع ادوات التتبع المواقع طبعا ما برضي يضغط هنا لكن الموقع تتبعني بالأشياء كلها شيء حلو نحطو لك هنا عشان تعرف المواقع اللي تتبعك المواقع اللي تبيع البحث حقك فكل موقع تضغط عليه رح يعلمك لو نرجع مثلا ردت او ردت نضغط عليه نشوف هذه الأشياء بس انه مكتوب هنا يعني نسيف فحلو هذا الى الان نورث فوستر الانيرجي الاول موقع فتح تقبل شوي فلو بفتح ببحث عن شي ثاني نفتح اول شي طبعا مواقع جوجل معروفة انه تتبع مواقع انستجرام وبرامج انستجرام نفتح هنا مثل ما نشوف هنا سيرت و جوجل هذا المواقع اللي الان اتبعتني مثل ما نشوف طبعا قبل برضو حتسوت لك حركة حين وجبرة المطورين ان البرامج اول ما تنزل البرنامج او شي تنزل تحت رح تشوف هنا مثلا رح تزلك صفحة لحق التراكينج هذا البرنامج رح يتبعك هذا البرنامج احذر وكل شي فالمبرمجين يتوهقون حين لازم يشوفهم حل نشوف لهم يعني تتبع من جهة ثانية على الاشخاص خصصا جوجل انستجرام فيسبوك سناب شات برضو فنشوف ما يفعلون قداما هذا الاشي قبل دققت على الخصية كثير في النظام هذا الجديد وبما اننا نتكلم عن الخصية قبل حين حطت لك خيار تعلمك كل موقع حتى لو موقع فاتحي مثلا يستخدم الصوت حقك او المايك حقك الكاميرا يشقل ايشي يطلع لك نقطة فعلشان المبرمجين يتواهقون حين خلاص ما يقدرون نسيون شي بالسيستم هذا موجود مثلا او فتحت سفاري مثلا او غصدي سناب شات مثلما يشوف تشون النقطة الخضرة فوق طالع عليه نقلب على الشاشة كده ونحط يدنا مثلما يشوف النقطة الخضرة اللي طالع فوق النقطة هنا مشتل قبل شوي الفيس اي دي الفيس اي دي فقط تشون الكاميرا لكن هنا النقطة الخضرة هذي يعلمك ان البرنامج هذا يستخدم شيء من الجهاز الخصية تسحب رح يعلمك مثل ما نشوف السناب شات استخدم الكاميرا لو نطلع تروح الخضرة لو نفتح مثلا متصفح أو شيء عادي لو انك تسحب كده رح يعلمك يقول لك مؤخرا كان قبل فترة قبل شوي مثل ما نشوف مكتوب عندك مؤخرا كان سناب شات يستخدم الخصية حقتك مثلا الكاميرا في حركة حلوية مثلا تفتح تويتر تفتح أي برنامج اذا كان يستخدم منك اي شيء رح يطلع لك نقطة فوق او متصفح مثلا مشبوه او مواقع مشبوه إذا كانت تستخدم مثلا الكاميرا حقتك او الفيديو او اي شيء طلع لك نقطة هنا يقول لك ترى الموقع هذا و البرنامج هذا رح يستخدمك حتى لو انك طلعت منك بعد فترة تسحب رح يطلع لك فوق بعد ثاني تيم مثل ما نشوف سناب شات يحن تكسل لكن ثاني برنامج يعني يطلع لك هنا برضو كنتورل سنتر فيه تعديلات خبيبة اذا كان عندك هومكيت اذا ما كان عندك هومكيت خلاص يعني ما تقدر تسوي اي شيء اذا كان عندك الهومكيت كيف الاجهزة مثلا ابل تيفي ابل او الهومبوت كيف تشقلها الصوت من هنا فالمنزل اذا كان عندك مثلا برامج او قطع مثلا كاميرا ما كاميرا لحق البيت فتقدر تتحكم فيها من كنتورل سنتر فيه حركة خفيفة تغيروها هنا هنا تطليل نفتحها مثلا ما نشوف الشكل حق تغير فاذا كان عندك مثلا هومبوت ابل تيفي عندك سويتش او اي شيء عندي موجود هنا بس طافي فقدر اشقله ففيه ترتيب خفيف تغير هنا مثلا شخص رن الجرس عندك وعندك مثلا الكاميرا وشبكة على هومبوت رح تطلع الكاميرا هنا وتشوف يحركات حلوة اضافة اشياء جديدة هنا فيه ميزة والله محتر ونحطها حطها في هذا الفيديو فيديو ثاني المهم ميزة الحق الاربوت ميزة احيان الاربوت مع الاصدارات الجديدة على ما تنزل في سبتمبر سيدعمون لك شيء جديد في الاربوت اللي هو التسجيل المحيطة او الصوت المحيط كبت السماعتين قاعد تسمع في الايفون تسمع في الايباد صوت فيديو مثلا حلو في دولبي اتموس و 3D للساوندس فلحط السماعات تسمع الصوت كيف 3D يلعب على يعني الشخص يتحرك هنا رح تسمع في اذنك اليمين تتحرك روح يصار فحركة حلوة برضو مثلا مسجلة مثلا قاعد حطها في اذنك وقاعد تسمع او تشوف فيديو في الايباد خلص الفيديو نقلت في الايفون شقلت شيء على طول يصير قوي مثلا جاتك مكلمة وانت في الايباد كيف التحويل رح يكون سريع مرة ترفع مثلا مكلمة جاتك هنا ترد عليها بالايباد تخلص ترجع على الايفون مثلا نشوف الفيديو او بالعكس صحيح فانتوا بكيفك او كيف تدعم اللغة العربية في الايربود سوبرو مش الايربود سوبرو اللي فيها جلد هذي كمان في الايو اس 14 نزلت قبل برنامج الترجمة مثلا ما نشوف يدعم اللغة العربية فاتقها تحط اللغة العربية لكن الان ما يشتغل فلو تكتب اي شيء ما رح يشتغل عندك ولا غير مدعوم ميزته هو او افضل شيء موجود فيه انك تحط الترجمة هذي بينك وبين شخص وبتفره كذا وبتضغط هذا الخيار بتخليه يترجم هو يتكلم يترجم كلامه يطلع هنا انت تتكلم يطلع كلامك الجهة الثانية فهذه الاشياء كلها اللي اتكلمت عنها ابل لكن فيه اشياء زيادة صح فيه اشياء زيادة لازم احنا نكتشوفهم نسوي لكم جزء ثاني عن الميزات كلها فان شاء الله عجبكم الفيديو ان شاء الله عجب كان سهل وبسيط وما تكلمت كثير وشرحت لكم بساطة عن الميزات الموجودة برضو اذا كان عندك الايفون 10 S 10 R الجهيزة اللي قبل الايفون 11 الايفون 11 الكل يعرف انه فيه خيار هنا لكوك فيديو تيك انك تضغط كذا وتروح حق ذلك الخيار ففيه تسريبات حين فيه اشياء ان ما نزلت الان الايفون 10 S لكن بروح اشوفه لكم ان شاء الله في فيديو قادم ان هذا الخيار برضو بدي الحركة انزلت الحق الايفون 10 S و 10 R فهذه الاشياء كلها ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في الغناء ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتحرقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني في البدعاكم انا حساب سناب شات تشرف بيطافتكم وننزل اشياء زيادة وصرف معاكم مناكة عن السوفتوير وبرضو قبل ما اقولكم السلام عليكم بليز لا تسألني كيف نزلت الاشياء انت مطور خش موقع ابل خش الديفولوبر ابل واشترك عند ابل وحملة اذا كنت بتنزلها بليز لا تنزل على الجهازك الرئيسي الجهاز رح يسخن البطارية رح تخترب اشياء دي كلها السوفتوير مش ثابت السوفتوير مش لحق الاستخدام الطبيعي السوفتوير مش لحق الكل ينزلونه اوكي السوفتوير اصلا مثل ما نشوفه هنا البلتنبر حقه في النهاية في فباقي لينا ثلاثة الشهور على ما يكون ثابت على ما يكون ثابت لحق الكل ينزل فبليز لا تسألني كيف نزلتها ولا كيف انزلتها اذا انت مطور رح تعرف كيف تنزلها اذا انت مش مطور خلك بعيد رح تتواهق جهازك رح يخترب من الداخل هاردوير رح يخترب الجهاز مش ثلث يقطع فبليز لا تتواهق فيه والسلام عليكم